أصدر المتحف الرقمي للثقافة والفنون التابع لمجموعة صين الأعلام قائمة المشروعة الرئيسية لمنصته في عام 2024. تشمل القائمة مهرجان سحبيا لعام التنين. معرضا فنيا رقميا للحضارة الصينية. إضافة إلى معرض رقميا للفنون المحلية. برنامج تعاون للفنانين الشباب. كما سيتم اعتمد مشروع للتعاون الاستراتيجي بين المتحف الرقمي للثقافة والفنون لمجموعة الصين للأعلام ومدينة دي يونغ بمقاطعة ساتشوان. يهدف المشروع إلى استخدام مزايا الفيديو من أجل عرض حيوية الآثار الثقافية في سانشيندوي باستخدام الوسائل الرقمية.